بسم الله الرحمن الرحيم وبراماة الأه lavoro عادة الثقة وتأكيد الثقة وتأكيد الصدارة والجدارة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية. بالتأكيد خلال الفترة الأخيرة الأهلي فقد نقاط عديدة في الدور العام لكن من حسن الحظ أن عندنا مباراة مهمة جدا. يوم الخميس مباراة كأس مصر أمام الزمالك. بتبقى فرصة لكل لاعب ولكل ناشئ ممكن يشارك في هذه المباراة أنه يثبت مكانته ووجوده في الفريق الأول في الفترة اللي جاية. وبالتالي لو عندك أي خسارة نقاط أو أداء ليس على المستوى في الفترة الأخيرة. بتبقى المباراة دي فرصة عظيمة عشان تخرج نفسك من الإطار اللي أنت موجود فيه من أجل استعادة الصدارة في الفترة اللي جاية. وتكمل منافسة على الدور في الفترة اللي جاية. لذلك مباراة كاس دي أنا شايفها. مباراة ببطلتين كأس مصر وأيضا بطورة الدوري اللي خلاص دخل في المراحل الأخيرة خلال شهر ونص ستنتهي منافسات الدوري العام. حالة النهاردة من التريند بالتأكيد هنتكلم على مباراة القمة. وهنتكلم على الأهل إن شاء الله بيستعد للدخول في مؤسكر مغلق مبكر استعدادا لهذه المباراة. وتفاصيل أكتر بالنسبة للمرحلة الجارية. بخصوص الرياضة المصرية وكرة القدم في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. لكن بسرعة أبدأ حلقة النهاردة بسؤال حلقة اليوم. وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف من وجهة نظركم. أفضل تشكيل للأهلي في مباراة نهائي كأس مصر أمام نادي الزمالك. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا. صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء ومشاركات حضراتكم على السؤال المتوقع الخاص به. أفضل تشكيل الأهلي يلعب به قدام نادي الزمالك في نهائي كأس مصر. لكن بسرعة نروح لأهم العنوية. في تريند الأهلي الفريق يوصل استعداداته لنهائي كأس مصر. وكمان الأهلي يدخل معسقر مغلق اليوم. وأخيرا مؤتمر صحفي لتقديم روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب غدا. زي ما قلت لحضراتكم حلقة فقط تفاصيل مهمة وكواليس مهمة جدا بالنسبة للمرحلة الجاية. ولكن أخرج إلى فاصل. وبعد الفاصل نرجع لفقرة تريند التريند. لن نتكلم فيها بتأكيد على آخر استعدادات الأهلي لمبارات الزمالك. وآخر أخبار المعسقر من داخل النادي الأهلي استعدادا للمرحلة اللي جاية. ولقاء الزمالك يوم الخميس الساعة تسعى مساء على استاد القاهرة الدولي. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند. عايز أبدأ بس الأول فقرة تريند التريند بتقديم التهنئة للشعب المصري بشكل عام وللرياضة المصرية ولكل المهتمين بكرة اليد المصرية بعد الإنجاز الطيب اللي اتحقق بالأمس والفوز بكأس الأمم الإفراقية لكرة اليد. إنجاز طيب وإنجاز عظيم لأن فريق كرة اليد أصبح ممثل للرياضة المصرية بشكل مميز جدا. وهنا لو هبدأ أتكلم على الإنجاز ده اتحقق بسبب مين؟ عندي أسماء وعندي رموز كان لهم دور كبير جدا في ريادة كرة اليد المصرية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي. لأن الناس دي بتشتغل بتخطيط. فوز مصر بكأس أم إفريقيا لكرة اليد مبارح ده ما كانش وليد الصدفة. مصر فازت بالبطولة دي دي للمرة التامنة. يعني فوزنا بيها 8 مرات. يمكن الرقم القياس الأكتر للمنتخب التنسي 10 مرات والجزائر خدتها حوالي 7 مرات. لكن التخطيط اللي بيحصل لكرة اليد المصرية في آخر 20 سنة ده اندل على شيء بيدول أنه فيه شخصية عظيمة اسمه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. الرجل ده عالف يخطط لكرة اليد المصرية بشكل مميز جدا على مدار سنوات عديدة وحط لوائح وقوانين بتتنفذ على الكبير قبل الصغير. عشان كده بنشوف منتخب بيفوز بالبطولات الإفريقية بيتأهل دايما للدورات الأولمبية وبيشارك بشكل رائع جدا فيه بطولات كأس العالم خلال السنوات الأخيرة. دلوقتي الطموح بعد الفوز بالبطولة بالأمس أن احنا لنافس على كأس العالم اللي جاي بإذن الله لأن معظم الجيل اللي موجود في منتخب مصر دلوقتي فاز قبل كده بكأس العالم للشباب في الفترة السابقة. في كل التحية والتقدير لأسرة كرة اليد المصرية سواء في الاتحاد المصري أو حتى الرموز اللي موجودة في الاتحاد الإفريقيا والاتحاد الدولي على التخطيط الجيد لكرة اليد خلال السنوات الأخيرة واللي دلوقتي بنشوف نتائجه بالأداء الرائع والنتيجة المميزة اللي اتحققت بالأمس على فريق الرأس الأخضر بتكسب الرأس الأخضر بتكسب تونس بتكسب الجزائر هتلعب كأس العالم والناس كلها طموحا أو يكون المنتخب في مرحلة نصف النهائي إن شاء الله بإذن الله نشوف نتائج مميزة جدا من هذا المنتخب وكمان كأس الأم الأفريقية المغبلة هتتنظم في مصر وهي بطولة عام 20-24 هتكون مؤهلة بإذن الله للدورة الأولمبية في باريس صيف عام 20-24 فكل التوفيق وألف مليون مبروك لأسرة كرة اليد المصرية وللشعب المصري على المشهد الرائع اللي شفناه مبارح بالأمس في نهاية كأس أم أفريقيا لكرة اليد طيب أنتقل بقى للحديث عن كرة القدم وكنت أتمنى وأنا بتكلم عن كورة زي إنجازات كرة اليد أشوفها في كرة القدم لكن للأسف طبعا لا على المستوى الدولي وعلى على المستوى الإفريقي في نتائج مخيبة للأمال للأسف في السنوات الأخيرة نتمنى الفترة اللي جاي أي شخص بيمث المصر في المحافل الدولية مش أقول يعني يبقى واقف في صف الأندية المصرية أو الاتحاد المصر لا يعني قدر الإمكان يكون موجود عشان يبقى حق تصد أمام أي جهة بتحاول تعرق المسيرة الأندية المصرية أو حتى مسيرة الاتحاد المصري والمنتخبات الوطنية في الفترة اللي جاي طيب أروح بقى للسعدادات الأهلي لمباراة الزمالك أنا تباعة الفترة الأخيرة الناس كلها بالتأكيد يعني زعلانة وحزينة مش هتكلم عن نتائج حتى من الأداء لكن أنا الأوان وإحنا بنتكلم النهاردة الثلاث قبل المباراة يوم الخميس يعني نتكلم في حوالي 48 ساعة 72 ساعة اللعيبة بلا استثناء وصل لها كل الرسائل أو وصلت لها كل الرسائل اللي خرجت من الجماهير سواء عبر السوشيال ميديا أو حتى في استاد 30 يونيو يوم مباراة بيراميدز وكلنا شفنا الصور الخاصة به تدريب الأهلي بالأمس إن ده كان أول تدريب عقب مباراة بيراميدز اللي كان فيه راحة 24 ساعة بعد المباراة أعتقد الصور معبرة بشكل كبير جدا على إن اللعيبة نفسها حزينة ومتضايقة من النتائج والأداء اللي ظهر فيه الفترة الأخيرة لكن في نفس الوقت خلونا نتفق إن اللعيبة دي هي اللي حققت اتنين دورة أبطال إفريقيا واثنين سوبر واثنين برونزية وفازت على الزمالك خمسة وفازت على الإسماعيلي أربعة وفازت على الزمالك السنادي في الدوري في الدور الأول والزمالك تعادل مع الآله في الدور التاني وبالتالي الفرقة فيها لعيبة كويسة يعني بلاش نوصل لمرحلة إن اللعيبة اللي موجودة لا ترتقي للمشاركة مع الأهلي لا اللعيبة كويسة واللعيبة دي على مدار سنتين حققت إنجازات مفيش نادف مصر عالي في حققها وكسبت الفرقة دي كسبت بيرمنز 3-0 وكسبت الزمالك خمسة قبل كده وكسبت الإسماعيلي وعملت نتائج مبهرة في كأس العالم للأندية ولكن محتاجين خلق ده وفع الناس عتقول لي ما هي اللعيبة مش محتاجة حد ديها دافع ده مجرد ارتداء تيشيرت الأهلي ده أكبر دافع لها أنا معاك وأتطفق معاك لكن في نفس الوقت لما نوصل لمرحلة إن في حالة هبوط في المستوى ونتائج سلبية في الفتر الأخيرة آه بنوجه رسايننا لكن في نفس الوقت ندي دافع للفريق عشان يقدر يتخطى المرحلة اللي جاية برضو البعض شايف إن الخسائر دي لقدر الله ممكن تؤثر بالسلب على الفريق في لقاء الزمالك لا يعني إن شاء الله بإذن الله بالعكس ده ممكن يبقى دافع قوي جدا لأن أي لعيب كورة أي لعيب كورة بالذات لما بيكون بيلعب في نادي كبير زي النادي الأهلي لما بيخسر ماتش وأنا تعملت مع أجيال عظيمة داخل النادي الأهلي وفي جيل أنا كنت من حسن الحظ لأن أتعملت معه جيل أبو تريكا وبركات وقل جمعة وإعماد متعب وفلافيو وجيلبرتو وإسلام الشاطر أسامة كبيرة جدا وإعماد النحاس وشهاد محمد أسامة كبيرة تعملت معاه في التوقيت ده لما كانوا بيخسروا ماتش كانوا بيستنوا الماتش اللي جاي عشان يقدروا يصلحوا جماهيرهم لما كان بيقدي شوت سلبي كان بينزل الشوت التاني بيعمل نتيجة عكسية ونتيجة إيجابية عكس اللي حصل في الشوت الأول أتمنى الروح اللي شفتها مع الأجيال العظيمة اللي عشت معاه في السنوات السابقة تقدر تعمل ده في مباراة الزمالك انت عندك مباراة تقدر تمحي فيها الصورة التاريخية اللي ظهرت خلال آخر شهرين في لقاء الزمالك اللي جاي عايز تثبت عكس اللي كان بيتقال عليك عندك لقاء الزمالك اللقاء ده لما كان بيتصعد فيه أي لعب ناشئ كان بيبقى على طول مولد نجم بداية معرفة الجمهور والصحافة والإعام بنجم جديد جوه الفرقة أو جوه للمباراة ومباراة كتيرة شهدت ولادة نجوم عديدة ظهرت في مباراة القمة فبالتالي رسالتي للعيبة عندك مباراة مهمة على بطولة يعني ما فيهاش تعادل يا تكسب لقدر الله أو تخسر يعني تكسب بإذن الله أو لقدر الله تخسر فبالتالي ما عندكش بديل على فكرة ان انت لازم تكسب بس عشان تكسب لازم تثبت للناس بقى اللي انت فعلا جدير بالاستمرار داخل النادي الأهل مباراة مهمة الفرقة اللي كسبت بيرامدز 3-0 وتخسر من بيرامدز بالشكل اللي شوفنا 2-0 لا الفرقة دي أكيد في مرحلة ممكن نقول هبوط في المستوى لكن مش ده أداءهم مش ده مستواهم فبالتالي دور اللعبة الكبيرة ان هي تفوق نفسها وان هي تفوق زميلها وان الناس تأي جيدا أهمية المباراة اللي جاية المباراة اللي جاية هي فرصة عشان تقفل أي جدل أو أي مساحة لأي حد عايز أتربص بيك يعني أنا هديكم مثال أنا كنت متابع السوشيال ميديا واللي بيتألف البرامج واللي بيتكتب حتى في المواقع والصحف لقيت ناس كتيرة جدا بتحاول تثبت مثلا لما كنت بتلعب الزمالك ان الزمالك بالناشئين وبعدد سكواد قليل جدا بيكسب كل الفرق وبينافس على الدوري عايز حتى يوصل لك إحساس ان تاريخك لما كنت بتكسب الزمالك بدون لعبي المنتخب أو بدون الصف الأول أو بلعب قطاع الناشئين ما كنتش بتحقق نتائج جيدة يعني وصل حتى المرحلة انه عايز يلعب في التاريخ وينسيك ان انت حتى على مدار التاريخ لما كان عنده غيابات عديدة جدا كنت تكسب الزمالك يعني أحد اللعيبة السابقين بدون ذكر الأسماء طلع قالك يعني مثلا يعني قالك ده لو الأهل بيلعب الدوري السنادي بالشكل اللي بيلعب بالزمالك وعنده الاسكواد قليل ولعيبة مصابة كتير كان النادي الأهل قفل قالك كده كان النادي الأهل قفل تخيالوا لو وصفة قال كده تخيالوا لو وصفة قال كده الأهل كسب في 2014 دوري على الزمالك وكسب الزمالك لما كان الزمالك عنده أفضل لعيبة في التوقيت ده وكان بيقوده مدير فن مؤقت الكابتن فتح مبروك والأهل كسب وخد منه الدورة الربعية الدوري في 2014 لو تتذكروا مش هروح لبعيد أو كماد لما تكلم في 2014 لما كان دوري المجموعتين فالأهل كسب بالصف الثاني أو مش بالصف الثاني ده الأهل كسب بلعيب قطاع الناشئين اللي تصعدوا لو تتذكروا المرحلة دي كان من بيلعب في الفريل الأول اللعبة دي كانت لسه متصعدة للفريل الأول وسجلت حتى معهم في قط اللفس اللي كان عنده 17 سنة و16 سنة كسب وخد دوري الأهل كسب الزمالك بالصف قطاع الناشئين مش هارجع بقى للتامنات والتسعنات السنة اللي فاتت الأهل لعب الدوري الثاني مع الزمالك بغياب عشر لعيبة أبرزهم محمد الشناوي أبرزهم محمد الشناوي وكان حارس المرمى علي لطفي وغياب علي معلوله ومحمد شريف وقاسم كتير وعمر السلية لعبة كتيرة جدا كانت غايبة ومع ذلك الأهل عمل نتيجة مع الزمالك بل بالعكس الزمالك كان بيلاحق الأهل كان بيلاحق الأهل لأنهم عارفين دايما أن المباراة القمة بين الأهل والزمالك العامل النفسي هو في المقام الأول فبالتالي بيستغلوا أي نتيجة سلبية قبل ما تخشوا على مباراة القمة وبيلعب في الهيستوري بيخلي الجمهور من نفسه كده بيقدر يتكلم في التفاصيل هو لو قعد وفتح التاريخ وشاف اللي تكتب وشاف مباراة الأهل والزمالك يعرف أن الأهل تاريخيا سواء بالصف الأول أو بالصف التاني أو حتى بيلعب قطاع الناشئين يقدر يكسب الزمالك على مدار التاريخ دي يعني حاجات إحنا كلنا عارفينها لا هتكلم في فترة التامينات ولا فترة التسعينات وأن الأهل ساعيته لما وقف عدد كبير جدا من نجوم الفريل الأول ولعب بقطاع الناشئين كسب الزمالك 3-2 وساعيته كان بيلعب في الزمالك أسامي كبيرة وعظيمة لكن الأهل على مدار التاريخ بيبقى متفوق على الزمالك نفسيا قبل ما تكون متفوق عليه فنيا لأن التفوق المعنوي زاد التفوق الفني بنشوف نتاك كبيرة خمسة وستة واربعة وكلنا شوفنا ده في السنوات الأخيرة فبالتالي الجزء المعنوي والنفس في الفترة الحالية لازم الناس تشتغل على فكرة أنهنا حتى لو فيه هبوط في المستوى لا أنت تقدر تكسر الزمالك أنت داخل مباراة الزمالك وانت ليدينج عليه وأعلى منه بالتاريخ بالأرقام بالحلم نفسية والمعنوية ارجع لمباراة القمة لما كان دايما حضور جماهيري بصوا على مدخل أو بصوا على مشهد مدرجات الآلي ومشهد مدرجات الزمالك أنت بتبقى متفوق قبل ما بتنزل الملعب فبالتالي رسالت للجمهور أنت داخلين مباراة القمة حتى لو النتائج متذبذبة لفترة الأخيرة وفيه هبوط في المستوى بس أنت متفوق على الزمالك نفسيا فإوعى حد يلعب معك في الجزء النفسي ويحاول يقلل من قدرات لعبتك أو إمكانيات لعبتك لأن الصقة مهمة جدا يعني محدش فينا يتقبلوا ولا حد أصلا بيتمناه لكن في نفس الوقت مباراة القمة يوم الخميس فرصة عظيمة لك عشان تتخطى المرحلة اللي أنت فيها لو كسبت الزمالك إن شاء الله أو إذا بإذن لك كسبت الزمالك يوم الخميس انت خدت بطولة كاس ودخلت في المنافسة على الدوري وصدرت حالة نفسية ومعنوية للفريق المنافس والإعلام اللي بيوالي للفريق المنافس سواء إعلام بيواجهك بشكل مباشر أو إعلام بيواجهك بشكل غير مباشر وإنتوا عارفين اللي بيواجهك بشكل غير مباشر بيبقى قصده إيه والرسالة بيوصلها لك إيه وإيه اللي بيتكتب على السوشيال ميديا عشان يهز ثقة الجماهير في اللعيبة وفي النادي دي الرسالة اللي كنت عايزة أوصلها للجمهور وفي نفس الوقت أوصلها لللعيبة الجمهور ثقة وما تهتزش في الفرقة يدعم الفرقة يدعم اللعيبة الكبيرة علي معلول الشناوي الشريف السولية ديانج كل اللعيبة الكبيرة اللي في الفرقة اللي عملت إنجازات طيبة في السنوات الأخيرة وفي نفس الوقت اللعيبة تخلى لنفسها دوافع مش محتاجة مدرب مش محتاجة إدارة أنت كلعب من جواك تخلى لليك دوافع على مباراة كبيرة زي دي ماتش القمة مش محتاج المدرب يقولك انزل وعمل ويحمسك أنت من جواك لازم تكون متحمس عشان تثبت وجودك ومكانتك في مباراة كبيرة زي دي قدام العالم كله بيتفرج عليك ومن حسن حظك إن المباراة دي جاية في التوقيت ده المباراة دي لو اتأخرت شهر كنت أقولك أنت عندك مشاكل واتواجه صعوبات وضغوط نفسية لكن بالعكس المباراة اللي جاية دي فرصة لك عشان تخرج من كل الضغوط النفسية اللي أنت واجهتها في الفترة الأخيرة واللي البعض بيحاول يصدر لك ضغوط أكتر في الفترة اللي جاية أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف إزاي بقى الأهلي بيستعد لمباراة القمة نهاردة التلات بكرة الأربع المطش يوم الخميس فبنتكلم في 48 ساعة حاسمة في الاستعداد لمباراة القمة أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي واللي اتكتب على الأهلي خلال الساعات الأخيرة من خلال السوشيال ميدي نقطع نستعر حاجات مهمة جدا نزلة في المواقع الرياضية وصفحات التواصل الاجتماعي وأبدأ معاكم بحساب كورا بلس حساب كورا بلس كشف كواليس حديث سوارش مع لعاب الأهلي قبل نهاء الكاس قالوا أن سوارش وكابتن سار عبد الحفيز كان فيه جلسة تحفيزية للعيبة لرفع الضغوط عنهم بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز وأن سوارش تبقى لمصدر قال لعاب الأهلي ضرورة الرد في الملعب أمام الزمالك وتقديم مستوى مميز مثلما ظهر الفريق في لقاء فيوتشر والفوز بي ربعية سوارش كمان أكد على ضرورة تدارك الأخطاء الفنية الكبير التي توقع فيها اللاعبين خلال المباراة الماضية التبيراميدز والعمل على تفاديها ضد الزمالك وطلب عبد الحفيز اللاعبين بالتحلي بشخصية الأهلي وإسعاد الجماهير ده الكلام اللي قلت بتكلم فيه في فقر الترند الترند خلق الدوافع تشيل الضغوط من عليك مباراة مهمة جاية في توقيت حساس بالنسبالك فلازم تستغل لها أفضل استغلال فبالتالي فيه أمور إيجابية كتير بالنسبالك في لقاء الزمالك وتكلمت على دور الجمهور كمان أنه يشتغل على الحالة المعنوية وما يلعبش في فكرة أن الفرقة بتخسر فبالتالي الناس هتصدر لك دايما مشاكل وأن أنت عندك يعني مستوى هابط فبالتالي فيه أفضلية للفرق المنافس الجمهور كمان اللي دور مهم جدا في الفترة الحالية من خلال بعض الأخبار والأمور اللي بتنزل من خلال السوشيال ميديا طيب نروح كمان لحساب مبتدأ وبيتكلم على أنه فيه إجراء من سوارش اليوم لمصالحة الجماهير الحساب الرسمي المبتدأ على تويتر كتبوا أن إجراء سوارش اليوم لمصالحة الجماهير هو الدخول في معسكر مغلق اليوم السلساء استعدادا لمباراة الزمالك المباراة يوم الخميس فكان متوقع أنه يكون المعسكر قبل المباراة بـ 24 ساعة لكن سوارش بالاتفاق مع الإدارة فكر أنه لازم يدخل المعسكر قبلها 48 ساعة وكان في أوقات على فكرة برضو الأهلك ممكن يدخل المعسكر قبلها بـ 72 ساعة لكن مهم جدا المعسكر ده عشان الأهل يدخل في كامل التركيز ويبتعد تماما عن السوشيال ميديا وما يكتب في السوشيال ميديا لفرض مزيد من التركيز على الفريق خلال الفترة اللي جاي طيب نروح كمان لحساب كورا 11 وبيتكلموا على تصحيح الأوضاع بالنسبة للفريق بعد مباراة بيراميدز هنا كورا 11 من خلال حسابه مع تويتر قالوا أن سوارش بيرغب في تصحيح أوضاع مباراة بيراميدز وسوارش بيجهز أوراقه سريعا للضغط على الزمالك وهيجري 3 تعديلات على تشكيل الأهل أبرزهم القناص يعني بيقولوا أن سوارش وده طبعا يعني توقعات ينوي الدفع بياسر إبراهيم في خط الدفاع بدلا من أيمن أشرف الاعتماد على محمد شريف سواء في مركز الجناح بدلا من صلاح محسن أو حتى في مركز رأس الحربة مكان حسام حسن لكن الأقرب أنه وفقا للتدريبات تنلعب في مركز الجناح بدلا من صلاح محسن يعني وجهة نظرهم أن بعد نتيجة مباراة بيرامدز والأداء اللي ظهر به الفريق أكيد سوارش مش هيلعب بنفس التاكتك اللي ظهر به الفريق في لقاء بيرامدز هل هيغير هل هيعمل تعديلات على التشكيل الأساسية الله أعلم محدش عنده معلومة مؤكدة يكون لها توقعات مش هقول مصادر لأن المصادر بتبقى معلومات لكن هي كلها توقعات فبالتالي لسه في تدريب النهاردة وتدريب بكرة وبالتالي هنعرف إن شاء الله يوم الخميس قبل المباراة بساعة ونص التشكيل يلعب بين الأهل مباراة الزمالك وأيا كان الحداشر الأهم من الفنيات حكتين إنك تبقى نازل المباراة دي مركز بشكل كبير جدا وعندك روح عالية جدا دول عنصرين مهمين جدا قبل الفنيات تركيز شديد وتبقى راجل جدا في الملعب وعندك روح عالية جدا في الملعب دي اللي بتفرق فيه مباراة الكبيرة أو مباراة القمة بين الأهل والزمالك الوطن الرياضي وحساب الوطن السبورت بتكلمه على علي معلول بعد تراجع مستواه الأهل يبحث عن بديل علي معلول بين صفوف بيرامدز هنا بتكلمه إن بعد تراجع مستوى علي معلول الأهل بيبحث عن بديل والبديل هيكون من صفوف بيرامدز وبتكلمه على اسم محمد حمدي أعتقد يعني من الأمور الأدبية أو الأمور الليها قيمة لمكانة واسم كبير للاعب زي علي معلول ما ينفعش يتقال عليه حتى لو في فترة معينة مستوى تراجع إن الأهل هيستغنى عنه يعني ده ما بيحصلش وده ما بيحصلش مع الأهلي على فكرة يعني ده ما بيحصلش جوه الأهلي علي معلول على مدار آخر ست سنين عمل أرقام قياسية يعني أنا في حد مثلا من تونس كان بقيت الإحصائية من حوالي 3-4 أيام لأن الناس في تونس على فكرة مستائة جدا من حالة الهجوم اللي بيتعرض لها علي معلول مش هقول من جمهور الأهلي من بعض اللجان اللي بتحاول تقلل من إمكانيات وقدرات علي معلول لأن علي معلول عمل تاريخ مع الأهلي علي معلول من اللعبة اللي حفرت اسمها في الدور المصري وعمل قيمة ومكانة لللعبة التونسي في الدور المصري في أندية جابت لعبة تونسة كتير كانت بتتمنى بس يكون عندها ربع روح وإمكانيات علي معلول في لعبة تونسة لعبة في الدور المصري ما قدمتش اللي قدمه علي معلول فعلي معلول من اللعبة الكبيرة اللي بتتقدر بشكل كويس جدا من جمهور الأهلي وأعتقد الصورة اللي مبارح كلنا شفناها في التمرين كان رد الفعل على تويتر كان هاشتاج رقم واحد من جمهور الأهلي بالنسبة لعلي معلول دعم ومسندة لعلي معلول أفضل لعب محترف انتقل للدور المصري خلال إلى عشر سنوات الأخيرة نتائج وأرقام يعني نتائج وأرقام عدد الأرقاب اللي حقاها مع الأهلي مفيش لعيب أصلاً في فرق منفسة سواء مصري أو أجنبي قدر يحققها تبتكلم مثلاً في 4 أو 5 سنين دوري بنتكلم مثلاً في 2 دوري أبطال 2 كأس السوبر 2 برونزية راجل لعب مشوار طويل جداً عمل أهداف مميزة وهو زهير أيصر أحرز أهداف مميزة وهو أصل لعيب زهير أيصر لعيب بيلعب بروحه بقلب أمام حتى الفرق التونسية فده لعيب ترفعه فوق الرأس لو وقع منك فترة أو هبط المستوى فترة ممكن تقوله المستوى هبط خد بالك لازم نركز الفترة الجاية لكن ما توصلش لمرحلة إن احنا نقول بعد تراجع مستوى الأهلي يبحث عن بديل علي معلول علي معلول لسه مجدد وعلي معلول مستمر في الأهلي والموسم لسه في شهر ونص وإن شاء الله نشوف مستوى مميز لعلي معلول اللي احنا عارفنا عنه كده يوم مباراة الخميس وباقي مباراة الدوري بس هي دي النقطة اللي كنت عايزة تكلم فيها إن في ناس دايماً بتحاول تلعب في الحاجات الركاز الأساسية اللي عندك تاريخك مشوارك مع الزمالك في مباراة الدوري والكاس مباراةك معاه عاملة إزاي يلعب في الأمور المعنوية بالنسبة للجمهور وبالنسبة للعيبة الوطن الرياضي أيضاً الوطن السبورتي بيتكلم على إن لعابة الأهلي بيطلبوا معلول بإغلاق مباراة أو ملف مباراة بيراميدز ده حصل ما بين كل اللعيبة في الاجتماع الأخير إن الكل يقفل مباراة بيراميدز بنتيجتها بالأداء بالمستوى ونركز فيه مباراة الزمالك بإذن الله طيب نروح لي حساب سبورة 362 مصرية بيتكلموا على تاريخ مواجهات القطبين قطبي القرى المصرية الأهل والزمالك في كأس مصر وكمان بيترحوا سؤال توقعتك للنتيجة يوم الخميس طيب تاريخ مواجهة الأهل والزمالك أو مواجهات الأهل والزمالك في الكاس الأهل فاز 11 مرة الزمالك فاز 8 مرات الأهل سجل 31 هدف والزمالك سجل في الأهل 30 هدف إذن في لقاءات الكاس رغم أنها مش كتير لكن برضو الأهل بيتفوق بنسبة كبيرة جدا على الزمالك في عدد مباريات الفوز وإمكان إحنا حضرنا مباريات كتيرة جدا أنا أفاكر في مباراة الأهل لعب فيها نهاء الكاس بأمير عبد الحميد وعدد من اللاعبين لك أنه مش بيشاركوا في الدورة بشكل أساسي وكسب الزمالك بتشكلته الأساسية 4-3 كلكوا أكيد فاكرين المباردية الأهل كان خلص الدوري وبيلعب الكاس وكان مريح يعني معظم اللاعب الأساسية اللي فازت بالدوري والأهل قدر يكسب الزمالك 4-3 وبرد كتير حتى الكابتن حسن بدري كان بيكمل باقي الموسم مع الأهل وكان منو الجزيه بياخد أجازة ويسافر وكان الأهل أيضا بيكسب الزمالك مع فاتح مبروك الأهل كان بيكسب الزمالك بالناشئين بالناشئين مع الكابتن زيزو الأهل كسب الزمالك في الإمارات كان الزمالك فاز بالدوري وفاز بالكاس كلنا فاكرين اللقطة الشهيرة للكابتن حسن غالي والكابتن رامي ربيع لما راح له الجمهور فستدها الزعب نزيل وقال له الجمهور ارفع راسك فوق ارفع راسك فوق هي المباراة دي لما بتجي في التوقيت ده لازم تستغلها أفضل استغلال انت في سنة خسران دوره كاس وبتلعب الزمالك على كاس السوبر اللي كان ساعدها مديره الفني فيريرا المدير الفني الحالي للزمالك لكن قدرت تكسب الزمالك في الإمارات وخدت منه كاس السوبر هي اللحظات دي والذكريات دي والتاريخ ده لازم تستحضره دايما عشان لما تيجي تلعب مع المنافس ما تبقاش انت نفسيا ومعنويا وفنيا أعلى منه على مدار التاريخ ويجي البعض يحاول يقلل منك أو يلعب في الركائز دي فبالتالي تنزل انت نفسيا أقل من المنافس وانت أعلى منه في كل شي اللعبة دي اللي كثبت الزمالك في نهاية دورة أبطال إفريقيا وساعتها النهاية ده كان على كل البطولات اللي فاتت ما كان شبطية العادة تسعة بس كانت التسعة والكلام على تاريخ الأهل والزمالك في أفريقيا والأهل يزدر ويثبت انه رقم واحد في أفريقيا نروح للمصر الرياضي وآخر حاجة بيتكلمه على حفل جواز الكاف يعني الاتحاد الإفريقي لما يعمل حفلة عن الأفضل في 2022 مين من الفرق المنافسة موجود من اللعبة المصرية في هذه الجواز أو هؤلاء المسابقة في الاتحاد الإفريقي أفضل مدرب أفضل لاعب داخل إفريقيا أفضل لاعب إفريقي بيلعب في أفريقيا مين كلهم من لعبة النادي الأهل أو حتى مدرب النادي الأهل السابق بيت سمو سماني المصر الرياضي أنه بيتكلمه عن فيه خماس الأهل ههيغيبوا عن حفل جواز الكاف بسبب قمة الخميس وبيتكلمه عن خماسي شريف معلول الشناوي أليو ديانج بيرسي تو هيغيبوا عن حفل جواز الكاف بسبب قمة الخميس كنا عارفين أن الحفل يوم الخميس وفي نفس اليوم مباراة وقمة ببين الأهل والزمالك وكلنا عارفين كمان أن الأهل أعلن أن المهندس خالد مرتاجي أميننا صندوق مجلس الإدارة هيسافر إلى المغرب لحضور الحفل ممثلا عن النادي الأهلي عايز أأكد على نقطة مهمة جدا في هذه الجزئية خمس لعيبة من الأهلي في جواز الأفضل داخل إفريقيا لكن لما شفنا الأسماء اللي تم إعلانها من الكاف في البداية خالص أفضل لعيبة إفريقية اللي هو اللعيبة المحترفة اللي بتلعب خارج إفريقيا أو أفضل لعيبة محترفة كان عندنا تلت لعيبة من ضمن أفضل تلاتين كانت لعيبة من الأنم ضمن أفضل تلاتين على رأسهم كان علي معلول قدام مين؟ قدام محمد صلاح وقدام سادي وماني وقدام أكتر من اللاعب مميز كمان رياض دا محرز اللاعب الجزيرة بلعب فيه منشستر سيتي فبالتالي أنت عندك أفضل لعيبة كلعيبة أفرقى مع المحترفين وكلعيبة أفريقية بتلعب داخل مسابقات الأندية الإفريقية أفضل مدرب كمان بيتسو موسيومانو مدرب الأهل السابق بينافس على الجائزة مع كارلوس كيروش وقاليو السوسي مدرب المنتخبات فبالتالي أنت عندك أفضل لعيبة في أفريقيا مش أفضل لعيبة في مصر بس محتاج في الملعب تثبت للجميع إنك أنت الأفضل محتاج تثبت دا وده مش أمور فنية دي أمور متعلقة بك أنتك لعب كورة لازم تدافع عن اسمك وعن تاريخك في مباراة زي دي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نستكمل ما بعد بقى فقرات برنامج الترند أعلم بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين في فقرات برنامج الترند ونروح لترند المحلي اللي هيكون النهاردة داسم فيه كذا تفصيلة مهمة جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية خاصة تقديم مدير فني للمنتخب مدير فني منتخب أولمبي فيه مدير للمنتخب مرشح في الفترة اللي جاية لكن نبدأ بحساب اتحاد الكرة وحساب اتحاد المصري لكرة القدم على تويتر واللي بيقول مؤتمر صحفي لتقديم روي فيتوريا غدا يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمر صحفيا في تمام الساعة الثانية ظهر غد الأربعاء بأحد الفنادق القبرى لتقديم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر نتمنى له التوفيق ويكون بداية موفقة لمدرب مشروع في الفترة اللي جاية هيقعد مع منتخب مصر أربع سنين بالنسبة للمرحلة الجاية تبقى للتصرحات اللي قالها حازم إمام عضو اتحاد الكرة في الساعات الأخيرة أربع سنين حتى عشرين ستة وعشرين وكمان اتقال ان النتائج اللي هتحصل في الفترة الجاية مش مرتبطة باستمرار روي فيتوريا يعني حتى لو رحت كأس الأمم مفصش بالبطولة هو مكمل لان الهدف الأساسي هو التأهل لكأس العالم عشرين ستة وعشرين اللي على فكرة مش هيكون اتنين وتلاتين منتخب ده العدد هيزيد وهيبقى 48 منتخب وأفريقيا مرشح منها بدل ما يكون خمس منتخبات العدد هيتصعد ويوصل لي تسع منتخبات طيب نروح كمان لي روي فيتوريا كورا إليفن بيتكلموا على ان مباراة الديربي المشتعل ما بين القطبين هيشهد حضور مندرب منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا بعد ان تم الاعلان رسميا عن تولي المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني خلفا لإهاب جلال والذي يعد حافزا كبيرا للعبين لتقديم أفضل ما لديهم أمام المدرب المخضرم في القرى العجوز فرصة طيبة لعبة الأهل والزمالك في المباراة دي تعمل مباراة كبيرة لأن على الأقل لمدير فن جديد للمنتخب هيتفرج فبالتالي هتبقى مباراة مهمة جدا للعيبة تقدم أفضل ما لديها فبالتالي المباراة دي فيها دوافع كتير أول للعيبة مباراة قمة مباراة كاس نهائي بطولة مدرب منتخب جديد بيتفرج فبالتالي يعني في دوافع كتير عند اللعيبة عشان تقدمها ونتمنى نشوف مباراة كبيرة جدا طيب ده التريند المحلي لكن محتاج أروح إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نتطمن على استعدادات الأهلي وكيف يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك والنهاردة بالتأكيد هيكون معسكر مغلق وتفاصيل كثير لكن من خلال لازمنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي واللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف منه كل التفاصيل اتفضل يا فاروق كل التحية للزميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وزي قلت محمد داخل استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة النهية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي مباراة بيتفرض عليها أمور كتير جدا محمد مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة جدا واحدة من المباراة الفارقة في تاريخ النادي الأهلي في مشوار النادي الأهلي هذا الموسم خلينا أقولك أني حظر إعلامي على فريق النادي الأهلي استعدادة لهذه المباراة النادي الأهلي طبعا عقب المران اللي انطلق منذ دقايق النهاردة المران جود الكابتن محمود الخطيب النهاردة في المران رسالة دعم ومساندة ومؤذرة للعيب النادي الأهلي قبل هذه المباراة وده اللي دائما بنعهده من الكابتن الخطيب في هذه الأمور وفي هذه المباريات الحاسمة للنادي الأهلي تقد اللي لعبة النادي الأهلي يا محمد اللي للمسه وشايفه من لعبة النادي الأهلي تعي تماما أهمية هذه المباراة قبل ما أقول للجمهور يا محمد اللعيب لنفسهم والقيمة النادي الأهلي والاسم النادي الأهلي والترخم كلها أكيد عايز بطولة جديدة تضاف رصيده مع النادي الأهلي كلها أمور مهمة جدا لعبة أكيد يا محمد الحزن على وجول لعبين طبعا بعد المباراة الأخيرة أمام فريق بيرامدز ولعبة النادي الآلي مش بعادة تماما عن تأثر جمهور النادي الآلي بحالة الفريق فهذه المباراة لكن يا محمد احنا دلوقتي كل الدعم كل المسندة والمؤذرة من جمهور النادي الآلي لفريق النادي الآلي فهذه المباراة زي ما قلت لك يا محمد ان المران انطلق منذ دقايق فريق هيدخل معسكر مغلق بعقب انتهاء المران بإذن الله قبل هذه المباراة بـ 48 ساعة حظر إعلامي مفروض تماما على الفريق النادي الآلي تعرف ان انطلق المران عدم تواجد أي وسائل إعلامية سواء قناة النادي الآلي أو إدارة الإعلام بالنادي الآلي زي ما قلنا الفريق يعني الكابتن سيد الجاز الفني بيوفر أكثر جو مناسب ومناخ ملائم للعبين كلنا تبعنا بالأمس وشوفنا يعني حالة اللعبين وماذا تأثرهم لكن احنا عندنا ثقة في لعبة النادي الآلي مباراة مهمة جدا مباراة فريقة دعم ومسندة ومؤذرة جمهور النادي الآلي بنقول مهم جدا لعبة النادي الآلي في هذه الفترة عايزة طمنك اللعيبة الحالة الفنية الحالة البدنية الحالة الطبية طمن على كل اللعبين ان شاء الله طبعا مع الغيابات اللي تم الحديث عنها مسبقا مش هكوم موجودة في هذه المباراة طبعا كل الامور دي خلال يعني 48 ساعة فيه امور كتير جدا طبعا بعض اللعبين اللي ممكن يكونوا عائدين من الاصابة او من هذه الامور طبعا هتتضح خلال اليوم ان شاء الله او غدا بإذن الله لكن كل اللعبين التركيز اللي شايفينه دور قط اللبس في النادي الآلي عايزة اتكلم على قط اللبس على الكابتن محمد الشناوي ايمان اشرف وليد سليمان رمي ربيع عمر السلية علي معلول ودورهم مع اللعبين مهم جدا في هذه المباراة زي ما قلنا رسالة الدعم اللي موجودة من الكابتن محمود الخطيب ايضا الكابتن حسام مغالي انت عارف دايما ان الوقت انت عارف التوقيت اللي دايما الكابتن الخطيب بيوجه رسال الدعم لللعبين تقد دي نقطة مهمة جدا نقولها ورسالتنا لجمهور النادي الآلي النادي الآلي محتاج جمهوره ان شاء الله يكون في ظهره مباراة مهمة جدا محتاجة الدعم محتاجة تضافر الجهود بإذن الله في هذه المباراة كل التوفيق ان شاء الله محمد للألي في هذه المباراة من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز محمد سعيد شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة الآلي على كل هذه الأخبار والمعلومات من مقار النادي الآلي بالجزيرة عن آخر أخبار الفريق قبل مواجهة الزمالك أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع والفقرة الأخيرة من برنامج التريند أهلا بحضركم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند وبالتأكيد السؤال طرحناه في بداية الحلقة أفضل تشكيل يلعب بيه الأهلي مباراة الزمالك توقعاتكم كمان للنتيجة طيب نور الحكيم بتقول أي 11 لعب بس الأهم من الأسماء الروح وصخصية الأهلي ترجع واللعب برجولة لآخر ثانية في المطش والتوفيق بتعرف بنا والجمهور كله في ظهر الفريق إن شاء الله خير وعنكسب بإذن الله طيب أستاذ محمد ده مجدي بيقول أفضل تشكيل الشناوي معلول ياسر عبد المنعم محمد هاني في حال شفاءه إن شاء الله هم شركته حمد فتحي والسلية محمد شريف وأفشة وزياد طارق وحسام حسن ده تشكيل أستاذ محمد مجدي طيب نروح لتشكيل متوقع من أستاذ أحمد أمير أو أحمد عامر بيقول الشناوي عبد المنعم حمدي ياسر معلول ديانج السلية هاني عبد القادر حسام وزياد يعني طريقة لعبة 3-4-3 طيب أستاذ أحمد الجهر بيقول الشناوي كريم فؤاد ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم علي معلول ديانج أو ما بين قصين حمد فتحي السلية عبد القادر أفشة صلاح محسن وحسام حسن أستاذ أحمد عايز يلعب بنفس التشكيل مباراة بيرامدز الأخيرة طيب أستاذ حود الأسوان بيقول أتمنى يكون الشناوي ربيعة ظاهير أيمن جنبه محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم ناحية الشمال علي معلول وسطهم حمد فتحي نص مع ديانج والسلية أمام أحمد عبد القادر أفشة والهجوم محمد شريف بالتوفيق لنادينا للغالي ربنا يوفي الأهل يا رب في هذه المباراة مباراة صعبة جدا مهمة جدا وهاتقين مفصلية في حاجات كتيرة قوي خلال الفترة اللي جاية إلى هنا نصل لختام حالة اليوم ببرنامج التريند غدا بإذن الله حالة جديدة وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء غدا بإذن الله شكرا وإلى اللقاء